لا حل ولا اتفاق لكن التفاوض مستمر هذا آخر ما وصلت إليه الأوضاع في أحياء درع البلد التي يبدو أن مصيرها اقترب من الحسم تلك أحياء المحاصرة منذ أكثر من خمسين يوما من قبل نظام الأسد وميليشياته وجديد الملف إنه للمرة الأولى منذ تعيين وفد روسيا جديد قبل أيام يجتمع الأخير مع لجان التفاوض عن أهالي درع البلد في الملعب البلدي في درع المحطة لرسم خط تفاوضات جديدة مصادر من اللجان المركزية قالت إن الجانب الروسي أكد على وقف إطلاق النار والتصعيد العسكري على درع البلد والعودة إلى المفاوضات من جديد كما أفادت المصادر بأن الجانب الروسي سيقدم غدا السبت خريطة طريق جديدة لتسوية الملفة هذه التطورات تأتي بعد ساعات من كشف وكالة سبوتنيكا الروسية عن أن جيش النظام أقر وقفا تاما وفوريا لإطلاق النار عقب ورود المقترح الروسي وهو المحاولة الأخيرة للحلول السلمية والحيلولة من دون إطلاق عملية عسكرية قد تكون مكلفة المقترح الروسي الجديد تضمن عدة بنود ونقاط منها تسليم أبناء الحي أسلحتهم وفق بنود اتفاق المصالحة الذي عقد برعاية روسية في عام 2018 وخروج الذين يحملون السلاح الرافضين للاتفاق إلى شمال سوريا المقترح الروسي الجديد تزامن مع فرض النظام حصارا خانقا على درع البلد ترافق أيضا مع تصعيد في العمليات ضح واجز النظام في ريف درعة فضلا عن المحاولات المستمرة لتحقيق تقدم بري في أكثر من منطقة أمام الواقع المفروض على الأرض تطرح تساؤلاتنا عن الأسباب والتدعيات التي تعرقل التوصل إلى اتفاق جاد وفعليا حتى الآن رغم جلسات التفاوض المتكررة هل الفرقة الرابعة التي تعرقل ذلك وتحاول ترسيخ النفوذ الإيراني هناك باعتبارها باتت أحد أدرع إيران في سوريا وهل تكون التسوية الجديدة مفتاحا لإنهاء التوتر أم ستكون كسابقتها